هذه المكالمة في إطار عفوي كما تفضل السيد مسعود معلوف من واشنطن فهناك قراء أخرى تشير إلى اصطفاف أمريكي بجانب حفتر أقصد بذلك رفض الولايات المتحدة وروسيا تأييد قرار بريطاني في مجلس الأمن أول من أمس يدعو لوقف إطلاق النار بما يعني أن روسيا أيضا اصطفت إلى جانب حفتر كيف تعلق؟ يعني أولا مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام ومشاهديك أنا في اعتقادي أنه الموقف الروسي تجاه حفتر محسوم بقاله فترة روسيا داعمة لخليفة حفتر يمكن الموقف الأمريكي هو اللي فيه نوع من أنواع التحول مؤخرا نظرا لأن أمريكا كان شهدت يعني دورها شهد نوع من الانسحاب من المشهد الليبي الفترة الأخيرة وعادت مرة أخرى بنوع من أنواع التخبط تجاه سياستها في شمال أفريقيا بشكل عام ليس فقط في ليبيا وهذا يعني يدعو للتساؤل حول كيفية صناعة القرار في الإدارة الأمريكية في التوقيت الحالي خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما قلنا أنا في اعتقادي أنه الوضع دا يقول أنه هناك نوع من أنواع إعادة اتخاذ القرار أو إعادة التفكير في مسألة الحسم العسكري والتسوية السياسية في ليبيا وهي كانت أحد أهم الملفات المطروحة على المجتمع الدولي الحسم العسكري والتسوية السياسية يعني كيف نعم هل نلجأ إلى الحسم العسكري هل نؤيد الحسم العسكري وما يتم من تحركات عسكرية أم نؤيد خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة المقصود منها إرثاء نوع من أنواع التسوية السياسية أعتقد أنه ما نشهده حاليا هو إعادة تفكير في هذه الجدلية أو في هذا التساؤل من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت روسيا أنا في اعتقادي دائما داعمة لفكرة الحسم العسكري وإن كانت لا تعارض دا بشكل رسمي في مجلس الأمن ولكن هي طالما كانت داعمة لحفطر وسواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا هم يعني الطرفين لهم مصالح ثابتة في مسألة طرف عسكري يتم من خلاله إعادة تفليح الجيش الليبي وهو ما يعني ينطالي على الكثير من المصالح المادية لكل الدولتين